الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه إن شاء الله اليوم سنبدأ الكلام عن الحديث الأول في حل ألفاظ الأربعين النووية وهذه الأحاديث اختار النووي رحمه الله أن تكون أحاديث جامعة كل حديث منها قيل فيه هذا الحديث ثلث الدين أو ربع الدين أو نحو ذلك نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالكلام عليها الحديث الأول من الأربعين النووية قال الإمام النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزب البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما هما أصح الكتب المصنفة قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث الأول الحديث الأول هذا حديث صحيح متفق على صحته وعلى عظيم موقعه وجلالة فوائده قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن هذا الحديث يدخل فيه ثلث العلم وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يشبه ما قاله الشافعي أيضا قال البيهقي رحمه الله وذلك لأن الأعمال منها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالجوارح الأعمال تتوزع على القلب وعلى اللسان والجوارح وهذا الحديث الحديث المختص بالنيات فتناول ثلثة هذه الأعمال فهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات متعلق بثلث من هذه الأسلاف الثلاثة فلذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى يتعلق بهذا الحديث ثلث العلم لأنه يتعلق بالقلب وأعماله قسم من الأقسام الثلاثة التي تنقسم إليها الأعمال وقد ذكر أهل العلم أنه ينبغي أن يستفتح من صنف مصنفا أن يستفتح مصنفه بهذا الحديث وذلك تذكيرا للطالب بإخلاص النية لله تعالى وهكذا فعل الإمام البخاري وفعل كثير غيره استفتحوا تصانيفهم بهذا الحديث تذكيرا بإخلاص النية لله تعالى قال الحافظ النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فإذن لا بد أن نتعرف على سيرة أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه باختصار هو سراج الأمة فاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول خليفة أطلق عليه هذا اللقب أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب أطلق هذا الإسم على بعض الأمراء قبل لكن أول خليفة أطلق عليه لقب أمير المؤمنين هو سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقال لأبي بكر الصديق يا خليفة رسول الله ثم عمر قيل له يا أمير المؤمنين وأبو حفص كنيته روى الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كناه بها والحفص شبل الأسد وهذه كنية مشهورة لسيدنا عمر رضي الله عنه وهو رجل جعل الله الحق على لسانه سأل الله الشهادة فرزقه إياها ودعاه أن يجعل موته في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب له وهو أحد العشر المبشرين بالجنة كان فخرا للإسلام والمسلمين وقد كان قبل إسلامه حربا عليهم كان ظاهر العظمة فصيح اللسان صاحب فضل كبير في تثبيت دعائم الإسلام وقوته وانتشاره وذلك استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر رواه الحاكم إن سيرة فاروق الإسلام عطرة يعبق شذاها ليملأ عنان الفضاء فصار قدوة لمن جاء بعده من الخلفاء والعلماء وقادة الجيوش والفاتحين والحكام والأمراء وطلاب العلم لعلهم يقتبسون منها فيقتدون بها في أقوالهم وأعمالهم فيكرمهم الله الفوز بنعيم الدار الآخرة وقد كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا وخلافته عزا هو الفاروق قفل الفتنة لابس المرقوع الحصن الحصين رضي الله عنه ولد رضي الله عنه في السنة الثالثة عشرة بعد عام الفيل في مكة وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق يوم أسلم في دار الأرقم وبه تم المسلمون أربعين فخرجوا وأظهروا الإسلام ففرق الله بعمر الحق من الباطل لقد منى الله عليه وشرح صدره للإسلام في ذي الحجة قبل الهجرة بخمس سنوات وذلك بعد إسلام حمزة رضي الله عنه وصار من أشد أعوانه وأقوى أنصاره وكان شجاعا مهيبا هابته العرب والعجم وكان من أشد الناس إخلاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لازم النبي في جميع غزواته وكان له فيها مواقف مشهورة جاهد في سبيل الله بقوة وصبر عند المشقات وحمد دين وحقوق الناس وكان شديدا في العدل قوي الفراسة يعرف معادن الناس وكان كما رآه أبو بكر رضي الله عنه شدة من غير عنف ولين من غير ضعف وذلك خير ما تساس وتحكم به الأمم قال وهب بن منبه صفة عمر في التوراة قرن حديد أمير شديد كان متقشفا زاهدا قانعا من الدنيا بالقليل قال الحسن بن علي رضي الله عنهما خطب عمر بن الخطاب الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنى عشرة رقعة لما حضرت أبا بكر الصديق رضوان الله عليه الوفاة دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويصدق الشاك المكذب إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وإن بدل فكل امرئ مكتسب والخير أردت ولا يعلم الغيب إلا الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عمر الفاروق ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر وقال حذيفة رضي الله عنه والله ما أعرف رجلا لا تأخذه في الله لوم تلائم إلا عمر وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضى إلى جانب قصر قلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرتك فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا أي طريقا قط إلا سلك فجا غير فجك وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وأخرج الترمذي والحاكم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب أي لا نبي بعدي توفي رضي الله عنه شهيدا سعيدا في المدينة المنورة في أواخر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة وكان له من العمر 63 عاما ومدة خلافته 10 سنوات و6 أشهر استشهد بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله فقد تربص به هذا الشقي حتى دخل سيدنا عمر المسجد للصلاة وكبر وكبر الناس وراءه فانقض عليه وطعنه بخنجر مسموم وطعن معه 13 رجلا مات منهم سبعة ولما قبضوا عليه نحر نفسه فقال عمر رضي الله عنه حين أدركه النزف قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصلي بالناس رحمك الله يا خليفة رسول الله وجمعنا بك في الفردوس الأعلى وآخر دعوانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر